السلام عليكم أصدقائي طلاب الصف الثاني متوسط اليوم موضوعنا هو الدرس الثالث بالوحدة الأولى اللي هو For and since For and since شنو معناها هاي؟ هاي معناها لمدة زين هاي شنو معناها؟ هاي معناها مندة زين شلون تجينا بالامتحان؟ اخوان تجينا بالامتحان بهاي الطريقة يجيب لك جملة وبيها فراغ وبين قوسين يجيب لك for ويجيب لك since ويشوفك يا هاي تختار هاي لو تختار هاي وإن شاء الله من خلال هذا الدرس راح نعرف شو وقت نختار هاي وشو وقت نختار هاي تمام؟ اخوان هذا الدرس عندنا بس ملاحظتين ملاحظتين واحدة على هاي وواحدة على هاي خلينا نقراهن ونشوفن شن الملاحظة الأولى شو تقول؟ الملاحظة الأولى على for انا هسا من جاي أقول for جاي ألفظ اللفظ مالتهم أقدر أقول for بس for أنا ما جاي أحكي عراقي أنا جاي أحكي انجليزي فجاي ألفظ مثل لفظهم احتمال واحد من الطلاب يريد تعلم شون يحكي انجليزي فأني ألفظ لللفظ الصحيح حتى يتعلم المهم ما علينا هسا نقرأ الملاحظة الأولى على اليمن على هاي شو تقول هاي الملاحظة؟ تقول ومعناها لمدة هاي معناها لمدة ويتبعها دائما طول المدة التي استغرقها حدوث الفعل مثل عدد أيام أو عدد ساعات أو عدد أسابيع شنو يعني؟ يعني أخوان راح تجينا هاي وش راح يجينا وراها؟ راح يجينا وراها يأما عدد أيام أو عدد ساعات أو عدد أسابيع أو عدد ثواني عدد سنين عدد دقائق المهم يجينا وراها مدة زمنية محددة ركز لي على هذا الشيء مدة زمنية محددة يعني تعرف العدد مالتها شغل عدد ثواني عدد ساعات ثانية دقيقة عدد سنين عدد أسابيع أسبوع سنة فمدة زمنية محددة يعني تعرفها شغل خلي ناخذ عليها مثال بالانجليزي ونشوفها شلون تجينا المثال شو يقول؟ يقول لاحظ أجتنا الملاحظة شو تقول؟ يقول راح تجينا شو راح يجينا وراها؟ مدة شنها هاي المدة؟ المدة مثل حدد أيام ساعات أسابيع ثانية دقائق المهم المهم مدة محددة أعرفها شكثر؟ أعرفها شكت؟ فهاي هسا أجتنا صديق هسا على الملاحظة أجتنا هاي وينها؟ خنشوف شو جانا وراها؟ جانا وراها 10 years يعني 10 سنوات أها يعني نصا على الملاحظة الملاحظة قالت راح تجينا هاي وراح يجينا وراها عدد شن من عدد هذا؟ عدد ثواني عدد ساعات عدد سنين عدد أسابيع عدد أشهر المهم مدة زمنية محددة أعرف هاش كثر؟ أعرف هاش قد؟ تمام يا أخوان؟ أنا ليش جاي أركزيكم على هذا الشي مدة زمنية محددة؟ ليش جاي أركزيكم عليها؟ لأن بالملاحظة الثانية على هاي هم مدة زمنية بس غير محددة أوكي؟ فيا أخوان هسا اللي عرفناه شنو؟ اللي عرفناه إذا إجانا فراغ ورا مدة زمنية محددة أنا أستخدم هاي مباشرة أستخدم هاي ليش أستخدمها؟ لأن القاعدة ما تتقول يتبعها دائما يعني يجي وراها دائما مدة زمنية محددة يعني بها عدد عدد سنين عدد ساعات عدد أشهر عدد أسابيع ثواني دقائق دقيقة ثانية سنة شهر المهم محددة مدة زمنية محددة أوكي؟ نجي للملاحظة الثانية ونشوفها شو تقول الملاحظة على اليمن على السينس على هاي الثانية أوكي؟ زين هاي السينس شنو معناها؟ معناها مندة زين شي جينا وراها؟ يجينا وراها ويأتي بعدها دائما موعد انطلاق الحدث شنو يعني موعد انطلاق الحدث؟ مثلا أجي وقل لك أنا تشنت بالمدرسة من الصبح أوكي الصبح هم مدة زمنية بس غير محددة الصبح شو وقت تعرفها؟ بالسبعة انت شنيت؟ ثمانية شو وقت؟ فهاي مدة زمنية غير محددة تمام يا أخوان؟ ناخذ مثال عليها حتى توضحنا أكثر المثال يقول I have lived in Iraq since I was born لاحظة اجتنا سينس شي جانا وراها؟ اجانا وراها موعد انطلاق الحدث مثل ما الملاحظة قالت راح تجينا سينس وراح يجينا وراها ويأتي بعدها دائما موعد انطلاق الحدث وفعلا هاي سينس اجتنا واجانا وراها موعد انطلاق الحدث I was born يعني منذ الولادة يعني أنا عشت بالعراق منذ الولادة تمام يا أخوان؟ فمنذ الولادة لا هي عدد سنين لا هي عدد ساعات لا هي عدد أشهر لا هي عدد ثواني لا هي عدد دقاق فمدة زمنية غير محددة وذا مدة زمنية غير محددة وجاني فراغ مباشرة أختار سينس تمام يا أخوان؟ نجي للأمثلة الامتحانية شلون تجينا بالامتحان؟ مثل ما قلت لكم تجينا على شكل فراغ ومنطيني بين أقواس منطيني فر ومنطيني سينس ويشوف نياها الأختار هاي لو هاي ونعرف وش وقت أختار هاي وش وقت أختار هاي نقرأ المثال ونجاوه المثال يقول We stayed in India يعني احنا بقينا بالهند فراغ two weeks أسبوعين فأختار لمدة لو أختار مندة احنا بقينا بالهند مندة أسبوعين؟ لو لمدة أسبوعين فأكيد الجواب يكون لمدة أسبوعين فأختار فر ليش اختارتها؟ لأن اجتني وراها مدة زمنية محددة أوكي أخوان أسبوعين مدة زمنية محددة شكت بقيت بالهند؟ بقيت بالهند لمدة أسبوعين فمدة زمنية محددة مثل ما اتفقنا نجي المثال الثاني We have been in this school فراغ The morning فش أختار هاي لو أختار هاي أرجع للفراغ وأشوف شجاني ورا الفراغ أجاني The morning الصباح الصباح أوكي مدة زمنية بس غير محددة فما أعرف الصبح بيش الساعة بالسبعة بالثمانية بالتسعة ما أعرف غير محددة مدة زمنية غير محددة فش أختار؟ أختار since ليش؟ لأن أجاني وراها مدة زمنية غير محددة أي موعد انطلاق الحدث نجي المثال الثالث I haven't eaten anything فراغ last night فش أختار هاي لو أختار هاي أوكي أدري بيها واضحة هاي الكبرها أدري بيشوفوها بس أريد أركز عليها على ما تفهموها أكثر وكثر فنختار since ليش نختار since؟ لأن أجتني مدة زمنية غير محددة last night شنو الترجم بالمال الجملة؟ أنا ما ماكل أي شي فراغ آخر ليلة يصير نقول أنا ما ماكل شي لمدة آخر ليلة أما أذا نقول أنا ما ماكل شي منذ آخر ليلة فموعد انطلاق الحدث شو وقت آخر ليلة تمام يا أخوان؟ ش اختارينا؟ اختارينا since أوكي لحد هنا افتهمت الدرس تمام؟ ننتقل how long how long شنو هاي وشلون تجينا بالامتحان؟ هاي طبعا بسيطة كلش ش يجيب لنا بالامتحان؟ بالامتحان يجيب لنا جواب ويريد ما عندنا احنا نكون سؤال شلون نكون سؤال؟ نكون سؤال باستخدام use how long استخدم how long فبالامتحان ش يجيب لي؟ يجيب لي جواب يعني نقطة على شكل جواب ويقل لي أريدك أنت تسوي لي سؤال على هذا الجواب خليه وصلكم الفكرة أكثر مثلا يقل لك إي لعب التنس وبعدين يقل لك سوي لي سؤال ش تسوي لي سؤال؟ شيني؟ هم لعب التنس؟ فأنت ش راح تسوي؟ راح تسوي سؤال تقل لي هم لعب التنس؟ فهنا عندنا نفس الفكرة يجيب لك جواب ويريدك أنت تسوي سؤال هذا الجواب جايب لك هو بالسؤال يعني يقول لك أنا عشت هنا منذ الولادة من ان ولدت وبالاخير قال لي يعني استخدم هولان ها يعني هنا أنا أريد أن أسوي السؤال أسوي السؤال على شنو على هذا الجواب المنطنيا هو I have lived here since I was born يعني أنا عشت هنا منذ الولادة فسؤالنا ش راح يكون اش قصار لك عايشة هنا سؤالنا ش راح يكون راح يكون بهاي الطريقة اش قصار لك عايشة هنا فشلون نجاوب نجاوب بهاي الطريقة جوابنا راح يكون على شكل سؤال لأن احنا بنينا سؤال احنا سوينا سؤال ليش سوينا سؤال لأن هو طارب معدنا مطينا جواب وقال سوي لي سؤال شلون نسوي هذا السؤال أول ما أجيب أجيب أداة السؤال المنطنياها هو هاي أداة السؤال أجيبها خليها بالبداية بعدين شا سويت بعدين أكو حركة لازم تسويها شين هاي الحركة بالجواب شا قايل لك مو قايل لك I have انت شا سوي بالسؤال تقدم هاي على هاي تجيب هاي تخليها مباشرة وراء من وراء how long وبعدين هاي شا سوي لها الآي الآي تقلبها شلون تقلبها تسويها you ليش لأن هو بتجاوب قايل لك فانت بالسؤال لازم تقل له أنت انت جاي السئلة إليه هو فش تقل له تقل له أنت فالآي تستبدلها بيمن بyou بعدين تجيب التصريب في الثالث تجيبها live تجيبها هم تخلي وتجيب هاي هم تجيبها تخليها زين هاي ليش وخرناها ما تجيبناها هذا هو الخبر هو قايل لك أنا عشت هنا منذ الولادة فانت ذا تعرف هو عايش هنا منذ الولادة ليش تسئله أصلا ليش تسوي سؤال انت تعرف وتدربي فهذا الخبر ما نحتاجه شنجيب ببدالة نجيب ببدالة على أن تستفهم ناخذ مثال ثاني حتى توضح الفكرة أكثر بالسؤال جايب لهذا بالسؤال جايب له هاي النقطة على شكل الجواب ويريدني هم أسوي سؤال باستخدام use how long قايل لي I have stayed in Iraq for a month يعني أنا بقيت بالعراق لمدة شهر وش قايل لي؟ قايل لي use how long استخدم how long شير المعندي؟ يريدني أكون السؤال شلون أكون السؤال؟ تكون السؤال أول شيء أجيب أداة السؤال أخليها وين هي أداة السؤال؟ how long هو من طنياها قايل لي استخدمها فأجيبها أخليها هواين؟ بالبداية شه أجيب وراها؟ مباشرة أجيب هذا أجيبها أخليها وراها بعدين شه أسوي؟ أجيب I وأسويها you ليش أسويها you؟ لأن قلت لكم هو مجاوب قايل لك أنا فأنت من السؤال تقول لي أنت أوكي يا أخوان فتسويها you وتجيبها تخليها هواين؟ وراها تصريف الثالث الفعل استعيد هم تجيبها تخلي Enorack هم تجيبها تخليها تعتبر هاي تكملت الجملة تجيبها تخليها وبالأخير شي تسوي علامة استفهام هاي ليش ما أخذناها؟ لأن هذا هو الجواب هو قال لك أنا بقيت بالعراق لمدة شهر أنت ذا تدري به هو باقي لمدة شهر ليش تسيله أصلا فما يحتاج الخبر ما يحتاج نجيبه نخلي بداية علامة استفهام تمامي أخوان لهنا نكون وصلنا لنهاء الدرسنا هذي اليوم أتمنى تكونوا استفاديتوا من الدرس Thank you Good bye see you